قال برضو بيتسو بسماني بعد المباراة ان حظنا يعني ان احنا مضطللين ننفس على كل البطولات وجمالين بتطالبنا دايما ان احنا نكسب في كل المباراة يترقى ايه في التصريح دا؟ هو التصريح مش في محله لان هو مسك النادي الاهلي والنادي الاهلي طول عمره متعود على كده يعني طول عمره بقى لا ده الزمان بقى كان فيه يعني انا ايام كنت بلعه في 2003-2004 مثلا معنا نادي الاسماعيل في بداياتي كان فيه بطولة افريقيا وبطول الدوري وبطول الكاس وبطول عربية فلا كان فيه كتير اوي كان فيه بطولات اكتر من كده صحيح فهي انت دلوقتي عارف ان انت عندك ماتشات كتير ماتشات مضغوطة فلازم تركيزك وتجهيزك للعيبة في كل الماتشات زي بعض خاصة ان انت عندك قوام كبير يعني انت برضو يعني ما عندكش مقصان في عدد اللاعبين انت عندك لعيبة كتير الفكرة انك تجهز ومشكل كويس زي ما حالك وضغطة والنادي الاهلي عارف كده كويس وبيجهز قائمته في بداية السنة للظروف اللي زي دي لانه مر بيها قبل كده والسنة الفاتت بره مر برده بنفس الظروف اللي هي ضغط المباريات واثرت عليه في ماتشات الدوري فواضح انه ما تعلمش من الدرس بتاع السنة الفاتت لكن اغلب تصرحته النهاردة انا مش معه فيها يعني لكن برضو ما بلومش عليه كتير لان اللاعبة اللي بتلعب النهاردة اه هي مش لعبة اساسية لكن مفروض انا كلاعيبي بقى عنده الطموح ان انا بقى موجود ايوا ان انا اثبت نفسي ان انا عشان ابقى في القايمة الاساسية بتاعت النادي الاهلي ده شيء برضو كبير جدا بالنسبة له وبالنسبة للجمهور وبالنسبة للنادي فبرضو بلوم على اللعبة شوية اكتر وفي نفس الوقت بحي كابتل خالد جلالي اظهر الماتش بشكل كويس قرى النادي الاهلي كويس قوي ولعب على المساحات اللي بين خط الوسط والمهاجمين وبين خط الوسط والمدافعين ان ما كانش فيه اصلا فكانت الامور كلها اي كرة طويلة على النادي الاهلي كان بيعملها كويس قوي نادي البنك الاهلي وخاصة كمان في حيثة اللعب عاصم النهاردة باكليفته قدامه يعكوبه اللعبة كويسة قوي بتعمل جبهات يعني يعكوبه فاغرب في بعض الماتشات مع كابتل خالد بلعب باكليفت صحية لكن عنده شوية صغرات دفعية النادي الاهلي ما ينفعش تلعب معا كده لان النادي الاهلي عنده ناس في الهجوم يقدروا يغيروا اي نتيجة صحية فرح ملاعب عاصم عشان يقفوا قدامه يعكوبه فواضح ان هو ايري الماتش كويس اللعبة نفزت النهاردة كويس جدا اضعوا فرص كتيرة وانا شايفي ممكن هي فرص البنك اخطر كمان من فرص النادي الاهلي صح خاصاتها في شوت تاني يعني شوفت بامب وضيع واحدة سهلة جدا وهلال بعدها ضيع واحدة سهلة جدا فرادات المفرادات يعني لكن كان مطش كويس بالنسبة من الحاجات الملاحظة جدا كابتل معتاصم وانت اكيد لاحظتها ان كل الفرق بتتجرق على كل الفرق يعني انا افهم مثلا زمان وانت وانت كنت حتى بتلعب هتلاقي مثلا الاسماعيلي يقدر يتجرق قدام الاهلي والزمالك دلوقتي بيراميز يقدر يتجرق قدام الاهلي والزمالك لكن دلوقتي اي فريق يلعب قدام الاهلي والزمالك لا انا ليه ما كسبش وليه ما هاجمش وليه ما طلعش بثلاث نقط بقى شفي الفرق اللي يقولك ايه انا اهم حاجة اخد نقطة من الاهلي او الزمالك دلوقتي لا اخش اخد ثلاث نقط ما اخدش ليه او لا اخش اخد بلك كمان دلوقتي اغلب الان ديها ما بتحسبش المديرين الفنيين على مطش الاهلي والزمالك يعني بمعارفين إن فيه فرق في مستوى اللعيبة فأي نتيجة بتعمله قدام الأهل والزمالك يعني هم مش هيمشي بعد خسارة مطش أهلي مثلا أو مطش الزمالك فبقى عنده الجراء أكتر من كده